تبادل التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن عددا من الأسرة مع الجانب اليمني في صفقة هي الثانية منذ أعلان التهديئة على الحدود السعودية اليمنية التي بدأت الشهر الحالي أعلن التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن تبادل تسعة سعوديين محتجزين مقابل 189 في ثاني عملية من نوعها منذ التواصل إلى تهديئة حدودية بين الجانبين هذا الشهر عملية التبادل التي أكدتها حركة أنصار الله هي الأولى منذ أعلان المبعوث المميع أن وقفين لإطلاق النار في العاشر من الشهر القادم تمهيدا لمباحثات مباشرة تستطيفها الكويت في الثامن عشر من الشهر القادم ولم يحدد التحالف الذي تقوده السعودية ما إذا كان السعوديون المفرج عنهم جنوداً أم مدنيين من جهته أوضح الناطق الرسمي لحركة أنصار الله محمد عبد السلام أن عملية تبادل الأسرة تمت الأحد مع الطرف السعودي مضيفاً في منشور له على صفحته في الفيسبوك أنه في إطار خطوات التفاهم الأولى وما يتعلق بالجانب الإنساني فقد تمت عملية تبادل الأسرة عصر الأحد حيث تسلم الطرف السعودي تسعة أسرة واستلم الجانب اليمني مئة من من أسروا في بعض الجبهات الداخلية وكان التحالف قد أعلن في التاسع من مارس تبادل عريف سعودي مع سبعة يمنيين ورغم حالة التهدية هذه أفادت وكالة الأنباء السعودية ليلة الأحد نقلاً عن الدفاع المدني عن سقوط عدة مغذوفات عسكرية بمحافظة إصام طوطوال من داخل الأراضي اليمنية نتج عنها إصابة ثمانية أشخاص نغلوا إلى المستشفات للعلاج وشهدت المناطق الحدودية منذ بداية عمليات التحالف قصفاً وتبادلاً لإطلاق النار أدى إلى مقتل نحو تسعين شخصاً في الجانب السعودي غالبيتهم من الجنود وحرص الحدود كما لا تزال العديد من الجبهات داخل اليمن تشهد اشتباكات عنيفة مباشرة بين القوات الموالية للرئيس عبد الرب منصر هادي مدعومة بقوات التحالف من جهة وقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية بقيادة حركة أنصار الله من جهة أخرى وبحسب الأمم المتحدة أدى النزاع في اليمن إلى مقتل أكثر من ستة ألاف شخص لصفهم تقريباً من المدنيين منذ بداية عمليات التحالف قبل عام